اشتركوا في القناة علشان ما ما حصلت زي المرات القبل كده سنما قدري سنما قدري دي معنا فقول علشان الناس اللي دخلت متأخر انا هاعتبر الجزء اللي فات ده وكأنه لم يكن يعني حتى لما يقفل البس هاهزفه من البس وهقول الاسئلة اللي تقالت وهجاوب عليها تمام علشان الناس تركز معايا اللي دخل متأخر ايه عرف احنا قلنا ايه والاجابات المظبوطة بتبقى ايه بالضبط وبعد كده هنبدأ في النوع التاني من الاسئلة فعايز الاجابات لو سمحتو تبقى سريعة شوية ايه بسم الله احنا بدأنا طبعا المراجعة بترح اسئلة اللي هو متعدد الاختيار يعني تختار اكتر من اجابة بين الاخباس السؤال الاول بيقول للمستقبل الاول لسان اكسيد الكربون في نباتات سلاسية الكربون هو نقط بينما في النباتات نباتات الايد الحمدي هو نقط وعطيني خمس اختيارات اللي هي ال اللي هو الريبلوز واحد وخمس سنوات الفصات والتاني البي اي بي اللي هو اختصار للفصوينول بيروفاك وبعدين يعطيني الاريو بي بي كاربوكسيليز وده انزيم والبي اي بي كاربوكسيليز والريبيسكو الاجابة الصحيحة هنا انه بيتم تثبيت سان اكسيد الكربون في النباتات السلاسية على مستقبل اول هو الاريو بي بي اللي هو الاختار الاف وفي نباتات الايد الحمدي بيكون المستقبل الاول اللي هو البي اي بي اللي هو فصوينول بيروفاكسيليز اللي اعطاهلي الريبيسكو والفصوينول بيروفاكسيليز والريبولوز واحد وخمسة سناء الفصوينول بيروفاكسيليز والبي اي بي كاربوكسيليز والبي بي كاينيز فالاجابة الصحيحة هنا ان الانزيم اللي بيسبب سان اكسيد الكربون في النباتات السلاسية هو الريبيسكو وفي النباتات الربعية هو البي اي بي كاربوكسيليز السؤال اللي بعد منه بقول الناتج الاول من تثبيت سان اكسيد الكربون في النباتات السلسية الكربون هو نقط وفي النباتات الكام أسف وفي نباتات الكامل يعني نباتات الأيض الحمدي هو نقط فطبعا الناتج الأول من تثبيثا أن أكسيد الكربون في النباتات السلسية هو مركب زو سلس ذراء كربون وهو 3BGA أي 3 فوسفو جليسريك أما في نباتات الكام بيكون الناتج الأول OAA اللي هو أكسالو أسيتك أسد وده مركب زو أربع زراء كربون السؤال اللي بعده بيقول لي تنخفض كفاءة عملية البناء الضوئي في النباتات السلسية الكربون تحت الظروف العادية بمقدار نقط ويزداد هذا الانخفاض ليصل إلى نقط تحت الظروف الإيجاد وعطيني نسب بل 10% ولا 25% ولا 40% ولا 50% ولا 75% طبعا من خلال شرح عملية البناء الضوي أنا عرفتك إن كفاءة البناء الضوئي بتنخفض في النباتات السلسية تحت الظروف العادية بمقدار 25% لأن إنزيم الريبيسكو بيشتغل 3 مرات كربوكسيليز يعني في تسبيل سانوكسيدي كربون ومرة أكسيجينيز تحت الظروف العادية وبالتالي من كل أربع دورات بيعملهم الإنزيم بيسبت 3 مرات 3 جزائقات ففي مرة منه بتفقد ودي بتمثل 25% أما تحت ظروف الإجهاد فبيصل الفقد إلى 50% السؤال الأخير في متعدد الاختيار بيقول لي مكان تثبيت واختزال سانوكسيدي كربون في نباتات الأيد الحمدي هو نقط وفي نباتات ربعية الكربون هو نقط طبعا مكان تثبيت سانوكسيدي كربون في نباتات الأيد الحمدي هو النسيج المتوسط بينما في نباتات ربعية الكربون بيتم التثبيت مرتين كل مرة منهم في خلايا محددة المرة الأولى بتكون في خلايا النسيجيز ثم المرة التانية في خلايا الضفيرة أي الخلايا البرانكمية اللي بتحيط في الحزمة معلش ده فيه سؤال تاني هو برضو في متعدد الاختيار وهو يقول لي يتم تثبيت سانوكسيدي كربون في النباتات ربعية الكربون يتم تثبيت سانوكسيدي كربون في النباتات ربعية الكربون مرتين في خلايا النسيج المتوسط من خلال دورة والمرأة التانية في خلايا الضفيرة من خلال دورة كالفين وorph prey تمام كده يا شباب أنا رجعت على مجموعة الأسئلة اللي أنا قلتها هبدأ دلوقتي في المجموعة التانية من الأسئلة اللي هي تبقى تقريبا اختيار من المتعدد مش متعدد لاختيار السؤال هنا بيقول عشان تسمعوه مني واتجهزوا الإجابة على البال ما بعتولكم يحتاج تسبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون يحتاج تسبيت ست جزيئات من ثاني أكسيد الكربون لتكوين السكر السوداسي طاقة مقدرها نقط بينما يبلغ صافي الطاقة الناتجة من أكسادة السكر السوداسي أكسادة تم إلى 12 H2O و6 O2 نقط برضو ممكن نعملية مترقشة بالنسبة لك السؤالة هو برضو عشان تقرأ وتفهمه السؤال بيقول ايه يحتاج تسبيت واختزال ست جزيئات من ثاني أكسيد الكربون لتكوين السكر السوداسي طاقة مقدرها قد ايه بينما يبلغ صافي الطاقة الناتجة من أكسادة نفس السكر السوداسي أكسادة تم إلى ثاني أكسيد الكربون وماء نقط هجيب لك الاختيارات الاختيارات عندي ألف بيقول لي 18 ATB با 20 ATB جيم 24 ATB ده 30 ATB ها 38 ATB ده سؤال متعدد اختيار الاجابة الصحية ايه طبعا اللي هو مذاكر او فاهم مش هحتاج اختيارات لانه هيبقى عارف هو هيكتب ايه بس انا اديتك الاختيارات اهو 18 ATB 20 ATB 24 ATB 30 ATB 38 ATB اختار منهم الاجابتين الصحيحتين اشتركوا في القناة مفيش حاجة يجاوب معقول اشتركوا في القناة انا هقولها عشان الوقت لان مش ينفع كده بيحتاج تثبيت واختزال ست جزيئات من ثاني اكسيد الكربون لتكوين السكر السوداسي طاقة مقدرة 18 ATP ولسه قيلها النهاردة في المحاضرة لما كنت باشرح الانحلال الجلايكولي ورسمت لكم تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون عشان اعرفكم ان خطوات الانحلال الجلايكولي بتمشي عكس خطوات البناء بتاعة السكر السوداسي طبعا الاختيار الاول هو 18 ATP الاختيار الثاني الصحيح هو 38 ATP وبرضا قلناه في المحاضرة التاعة النهاردة يبقى يحتاج تثبيت واختزال ست جزيئات من ثاني اكسيد الكربون لتكوين سكر السوداسي طاقة مقدرة 18 ATP بينما صاف الطاقة اللي بتنتج من اكسادة نفس السكر السوداسي اكسادة تم لثاني اكسيد الكربون ومية هي 38 ATP من زي ما البعض كتب 20 ATP السؤال اللي بعده لو ما تمتش الاجابة في خلال عشرين سنة انا هجاوب على طول عشرين الوقت لان الاسئلة كتيرة بيقول لي اين تتم التفاعلات الكيمو حيوية لعملية البناء الضوئي انتوا عرفتوا ان عملية البناء الضوئي ودي مش اول مرة تدرسوا البناء الضوئي انتوا درستوه في سنة تانية السنة اللي فاتت وبتدرسوه السنة دي تاني يعني دي مفروض تعتبر مراجعة مفروض ما نشرحوش تفصيلي اذا ما كنا بنشرح السنة لكن شرحته تفصيلي نقصك انت ان انت تتذاكر ان انت تحس ان انت طالب والذاكر سؤال بيقول لي اين تتم تفاعلات الكيمو حيوية لعملية البناء الضوئي البناء الضوئي عبارة عن نوعين من التفاعلات التفاعل الاول اللي بنسميه تفاعله الضوء او تفاعل هل او تفاعلات الكيمو ضوئية ودي قدت بتتم في السلة كيدات النوع التاني من التفاعلات بنسميها تفاعل الظلام او التفاعلات الكيمو حيوية او تثبيت وقتزال سنة وقصد الكربون ودي بتتم فين؟ في الستروما برافو يا ميرنا اشتغلت اخيرا يا ميرنا؟ ماشي ميرنا وايمان يوسف واحمد محسن ومروة اللي جاوبوا الاجابات الصحيحة ان التفاعلات الكيمو حيوية بتتم في الستروما السؤال اللي بعد منه بيقول تعرف تفاعلات المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي والتي تتم في الستروما بس تفاعل بلاك مان ولا التفاعلات الكيمو حيوية ولا التفاعلات تفاعل بلاك مان ولا التفاعلات الكيمو حيوية ولا التفاعلات تثبيت وقتزال سنة وقتزال الكربون ولا جميع ما سبق ولا لا شيء من ما سبق شوف للاجابة الصحيحة تاني السؤال بيقول تعرف تفاعلات المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي والتي تتم في الستروما بسل واعطيك مجموعة من الاختيارات تفاعلات بلاك مان باك التفاعلات الكيمو حيوية جين كتبت تفاعلات الكيمو حيوية تانية بس هي المفروض تكتب تفاعلات تثبيت وقتزال سنة وقتزال الكربون ده الجميع ما سبق ها لا شيء من ما سبق أما يشوف الناس مركزة معي ولا لا تفضلوا جاوبوا على ما جاء لكم السؤال اللي بعده برافو أحمد عاطف برافو وفاء ومروة واسراء اسراء هاشم ماشي اسراء وإيمان يوسف وخلود رجب كل ماشي تمام كله جاوب الإجابة الصحية كده دلوقتي نشوف بقى السؤال اللي بعد منه بيقول لي ايه تحتاج تفاعلات تثبيت وقتزال ثاني أكسيد الكربون أو ست جزئات من ثاني أكسيد الكربون قوة تمثيلية مقدرها ركز عشان تعرف تجيب الإجابة دي ثاني السؤال بيقول تحتاج تفاعلات تثبيت وقتزال ست جزئات من ثاني أكسيد الكربون قوة تمثيلية مقدرها نقط وعطيني بين كسين خمس خيارات الخيار الأول بيقول لي 18 ATP بس الاختيار التاني بيقول لي 12 NATBH فقط التالت بيقول لي 12 NATBH زائد 12 ATP الاختيار الرابع بيقول لي 12 تأسف 18 ATP و 12 NATBH والاختيار الأخير بيقول لك 12 ATP و 18 NATBH شوف الإجابة تبقى صحة عين فرافو يا مرنة مرنة لفتت نظر هنا لنقطة مهمة جدا إن في السؤال السابق مكتوب كيمو ضوئية لا هي مش كيمو ضوئية بدل كيمو ضوئية مرنة تبقى تثبيت وقتزال ساني أكسيد الكربون صحيح الغلطة دي صحيحها عندكم بدل كيمو ضوئية اشتفوها واكتبوا تثبيت وقتزال ساني أكسيد الكربون فتبقى الإجابة الصحيحة هي جميع ما صبت طيب أشوف الإجابات بتاعكم على السؤال ده فعلا الكل كتب الإجابة الصحيحة مع عدة مرنة مرنة غلطتنا غلطة جاندة يعني أنت صلحتي حاجة عدت علينا كلنا لكن غلطت يعني غلط جدا الكل مجاوب صح معدنتي أنت وأحمد عاطف الإجابة الصحيحة عشان الناس اللي أخطأت صحيح أخطأها أن تثبيت وقتزال ست جزيئات من ساني أكسيد الكربون محتاج قوة تنسلية مقدرها 18 ATB زائد 12 NBH دي الإجابة الصحيحة شو بقى لما أحب بقى أن أنا يعني ها أشتغلك شوية في الامتحان عشان أختبر تركيزك أروح أجاب لك بقى سؤال زي ده وطبعا بعد ما احنا جبنا السؤال بالشكل الأولاني هيبقى سهل أنت أجاب عليه بالصورة اللي أنا جايبها بيد طب احنا عارفنا أن بيلزم لتثبيت وقتزال ست جزيئات من ساني أكسيد الكربون 18 ATB و 12 NBH يبقى 3 بيلزمهم كام لو أنا هساب بتثبيت جزيئات من ساني أكسيد الكربون هيلزمهم كام طبعا أعطيك مضموعة خيارات فيها لاخبطها بس أنت لو أنت راجل مذاكر وفاهم وجوبت على السؤال اللي أقول أنا صح هيبقى سهل جدا أن أنت جواب على السؤال ده من غير ما تبص على الخيارات الستة لازمهم 18 ATB زائد 12 NBH يبقى 3 لازمهم كام النص اقسم النص وشوف الإجابة تبقى كام تبقى أمام النص وشوف الإجابة تبقى كام تبقى أمام النص وشوف الإجابة تبقى كام موسيقى 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 شوف بقى السؤال اللي لافف لفة جامدة ده مش جامدة اوي يعني كل الغرض من اللفة هو قياس مدى تركيزك وتأهلك ان انت جاوب على السؤال باي شك طبعا الناس كتير جاوبت على السؤال بتاع عدد الفتونات اللي بيلزم انتصاصها لتصعب ست وجزئات من الاكسوجين يعني تقريبا معظم الناس اللي معانا في البس المباشر ايمان يوسف واسراء وخلود ونيرا ومرنا ومروى يعني مش هادر اقول اسمها كلها عشان الوقت نشوف بقى السؤال ده بقى اللي هيجاوبه هو اللي هقوله برفع عليك وحييه بقى من هنا وعرف ان الناس بدأ تركيز وتتام بيقول لي كم كم فتون ضوئي يلزم انتصاصها بوسط النظامين الضوئيين لانتاج قوة تمثيلية مقدارها 18 اي تي بي و 12 نات بي اتش تاني كان فتون ضوئي يلزم انتصاصها بوسط النظامين الضوئيين لانتاج قوة تمثيلية مقدارها 18 اي تي بي و 12 نات بي اتش مروى محمد واحمد محسن ونيرا اسامة وصارة نصر وايمان يوسف واحمد عاطف وهاجر ايه هاجر ايه عربي وخلود رجب واسراء احمد كلهم جواب الاجابة الصحيحة عارفين ليه لان من خلال عملية من خلال تفاعل الدوق تمام او الفسفرة الضوئية النظامين الضوئيين بيتعاونوا مع بعض وبينتصوا كمية من الدوق هذه الكمية اللي بتكفي لشطر 12 جزء من المية وتصاعد 6 جزائيات من الاكسجين هذه الكمية نفسها كافية لانتاج 18 اي تي بي والنات بي اتش ثاني عشان توضح علشان يتم شطر 12 جزء من المية وتصاعد 6 جزائيات من الاكسجين لان الست جزائيات بيتصاعدوا من 12 جزء مية فيبقى لازم يتشطر 12 جزء مية عشان يطلعوا 6 جزائيات اكسجين دول بيلزمهم طاقة مقدارها 48 فوتون وهذه الطاقة بتكفي لتخليق 18 جزء اي تي بي و 12 نات بي اتش تمام كده يبقى العملية كده الزبطت معكم لحد الوقت السؤال بقى قياس للتركيز برضو السؤال بيقيس التركيز لان الاسئلة مكررة بس ايه فاق اختلافات عشان نقيس مقدار التركيز بتاعت السؤال هنا انا عرفت بيلزم تثبيت كم جزء من ثاني اكسيد كربون علشان يتكونني جزء واحد من السكر السوداسي طب لو جبت لك السؤال وقلت لك كم جزء يلزم تثبيته من سي أو تو لانتاج جزائقين من السكر السوداسي وروحت حاطت لك الاختلاف بين القصين بقول لك جزء واحد ولا جزائقين ولا تلك جزائقات ولا ست جزائقات ولا اتنشر جزائق ركز بقى في الكلام عرفنا كم جزء بيلزم تثبيتهم من ثاني اكسيد الكربون لانتاج جزء واحد من السكر السوداسي يبقى جزء من السكر السوداسي لزمهم كام هضرب العدد اللازم لتكوين جزء واحد من السكر في اتنين يقوم يطلع للعدد اللي انا عايزه طبعا لو ما كنتش انا لفات النظر للكلام ده كان ممكن تندفع وانت بتقرأ بسرعة كام جزء ألزم تثبيته من السكر وتقول انت جزائقين من السكر تفكر ان انا بسأل على جزء واحد وطرح كاتب لي سكر لان الاندفاع غلط اقرأ الكلام بيدوق عشان تختار الاجابة الصحة لان امتح لما يكون اختياري تمام ده سهل بس سهل ممتنع انه ممكن يلعب في كلمة وغلى حاجة يغير لك الجملة عن المقلوف اللي انت معتاد ان انت تسمعه فتقوم وصارة وخلود ونيرا ومرنة وروان واسراء كل دول جواب الاجابة الصحيحة وهي ان بيلزم تثبيت واختزال اثناشر جزئ من ثانو اكسيد الكربون لانتاج جزئين من السكر السوداسي طيب نجيبلكو بقى حاجة هنا دي تطبيق بقى على انزيم الريبسكو اما شوف انت سمعتوا الحتة بتاع انزيم الريبسكو ولا لا بيقول لي كم تفاعل يلزم ان يقوم به انزيم الريبسكو اذا تفاعل كاكسيجينيز لكي يتكون جزئ واحد من السكر السوداسي طبعا الناس اللي هكون سمعت المحاضرة وسمعتنا واني بتكلم عن تثبيت اختزال سانو اكسيد الكربون في ان بتات سلاسية الكربون وقلت بيتم بواسط انزيم الريبولوز واحد وخمس سنائل في السودات كربوكسيليز وده بنختصره باسم ريبسكو وعرفوا اثناء ما انا بتحدث ان انزيم الريبسكو ده انزيم له مزاج عالي قوي ليه لان ممكن يتفاعل ككربوكسيليز يعني يثبت سانو اكسيد الكربون او 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 يعني يثبت الاكسوجين ويجعله يشتغل كده او كده هو نسبة الكربون الى اكسوجين فلو زادت في صلح الكربون هيش كربوكسيليز اذا زادت النسبة في صلح الاكسوجين يشتغل كأكسوجينيز تمام اه ف لا 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 ركز ركز انا السؤال هنا يا احمد يا محصر ركز السؤال هنا بقول لك كم تفاعل يلزم ان يقوم به انزيم الريبسكو اذا تفاعل الكربوكسيليز فقط لكي يتكون جزئ من السكر السوداسي طبعا هو لما يتفاعل ككربوكسيليز يعني يسبب ثاني اكسيد الكربون يديني جزئين من سكر جي سري بي جي سري بي تمام ف لو ثبت ست جزئات من ثاني اكسيد الكربون هيتدين اتناشر جزئ من جي سري بي عشرة منهم يعزوا تخليقه المستقبل الاول واثنين يكونوله السكر السوداسي اما اذا اتفاعل كأكسيجينيز بيديني يعني بيسبب جزئ اكسيجين بيديني جزئ من سكر سلاسي اللي هو تلاتة فسفو جي سري بي وجزئ تاني من الجلايكولات الجلايكولات دي يسمى يبقى اذا في كل مرة بيسبب الاكسيجين يديني جزئ واحد من جي سري بي يبقى عشان يديني اتناشر هيشتغل كم مرة لازم يسبب اتناشر جزئ يعني يتفاعل كاكسيجين اتناشر مرة يبقى الاجابة الصحية كان اتناشر وهنا برضو الكل ما عاد احمد واسراء هاشن جواب الاجابة الصحيحة اللي اخطأ هنا احمد محسن واسراء هاشن الاجابة الصحيحة هي اتناشر مرة اخر سؤال في اختيار من متعدد ده بقى الا 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 احمد جاوب عليه يعني السؤال ده هتكون اجابته اللي جاوب احمد لان هي عملتنا لخبطة بالنسبة كم تفاعل يازم ان يقوم به انزيم الربسكو في النباتات سلاسية الكربون تحت الظروف العادية لكي يكون جزء واحد من السكر السلاسي ثاني كم تفاعل يلزم ان يكون بانزيم الربسكو تحت الظروف العادية في النباتات السلاسية عشان من السلاسية من السلاسية السلاسية ايوة برافو عليكم كده برافو عليكم لان تحت الظروف العادية تحت الظروف العادية انزيم الربسكو بيشتغل ثلاث مرات يسبت ثاني اكسيد الكربون وفي المرة الرابعة يسبت ايه اكسجين وبعدين يرجع يسبت ثلاث مرات ثاني اكسيد الكربون ومرة اكسجين اذا من كل ثمن دورات بيعملهم بيسبت لي في ست مرات ثاني اكسيد الكربون وانا عشان يكون عند جزء السكر لابد ان يتم تثبيت ست جزئات ثاني اكسيد الكربون يبقى الانزيم عشان يتفاعل في النباتات السلاسية تحت الظروف العادية يكون جزء من السكر السوداسي لازم يعمل ثمن دورات عشان يبقى في ستة منهم خاصين بتثبيت ست جزئات من سن اكسيد الكربون وتكون السكر السوداسي واضح كده يا شباب طبعا احنا بقى دلوقتي على البس المباشر ثلاث تربع ساعة علشان التأخير اللي انتو عملتوه والبطء في الاجابات لكن انا اتبسط انا في الاخر لما بدأت الناس تشارك وتشتغل واضح انتو بدأت الجواب اجابات صحيح اتمنى انتو تفضل وماشيين على نفس المستوى لكن لسا عندنا اسئلة تانية لازم نقول على المحاضرة دي علشان نبقى غطيناها بقدر ان كان تغطية شاملة وتبقى مؤهل انتو اجاب على اي سؤال فيها مش هقدر اكمل ها لان بس جديد نكمل الاسئلة علشان ما حصلش تقطيع والبس يتحفظ بصورة كويسة عشان اللي حبيب يرجع ويبقى رجع في اي وقت تمام يا شباب في نهاية اللقاء ده استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودقيعه دونتم في حفظ الله وامن ورعايته وإلى ان القاكم بعد خمس دقائق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته